شاب صباح اليوم حريق هائل بكنيسة قديسة العضراء بعين شمس والدفع بعشر سيارات إطفاء وإخلاء المبنى وجاري إخماد الحريق هذا موضوع مهم لذلك الحقيقة توجهنا إلى مكان الحادث عشان نعرف ماذا يحدث هناك الحقيقة معنا زمنا فريد أدورد براحة بي وهو الحقيقة في هذا المكان في مكان الحدث يوفينا ويقولنا ما هي التطورات أو ما هي آخر الأخبار عن هذا الحريق الهائل المشن فيه كنيسة العضراء بعين شمس صباح الخير يا مايكل وصباح الخير على كل مشاهدي قناة سي تيفي في كل مكان نحن موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشرة من منطقة درياس بعين شمس تحديدا كنيسة السادة العضراء والمكان اللي حصل فيه حريق الساعة 12 صباحا مبارحا تقريبا من عشر ساعات تحديدا حريق هائل شاب صباح اليوم احنا أول معرفنا الحقيقة كنا حابين نكون موجودين مع حضراتكم في أول تغطية هوا نقدر نكون موجودين فيها الحريق الحقيقة لحد الوقت أسبابه مش معروفة شهود عيان بيقوله ربما يكون ماس كهربائي شهود عيان ربما يقوله يكون شمعة أو حاجة شبه كده احنا هنا موجودين علشان نسمع شهادات شهود العيان الحريق تقريبا حصل الساعة 12 امتد لحد ساعة واحدة أو واحدة ونص كانت سيارات المطافي بتحاول تطفيه يعني في خلال ساعة أو ساعة ونص الحقيقة كان الحريق كله تم إخماده وكان فيه أكتر بحسب شهود العيان كان فيه أكتر من 7-8 عربيات حريق بمجرد ما الناس والجريان حاسوا أن فيه حريق ابتدوا يكلموا سيارات الإسعاف وما فيش يعني خمس دقايق تقريبا سيارات الإسعاف كانت موجودة علشان تطفي الحريق احنا موجودين مجموعة موجودين معنا مجموعة من شهود العيان علشان يحكولنا اللي حصل تحديدا وحطونا في الصورة أكتر نتشرف حضرتك جمال سامي جرجس أهلا وسهلا بيك أصوص جمال عرفت أن حرك واحد من أمن الكنيسة اللي كان موجود تحكي لنا بقى كده اللي حصل يعني كنت موجود الساعة كام وابتدت عرفت إزاي بالحريق اللي حصل تعديدا أنا كنت مدوجت في الشارع وجران حواليا ندوه علي فيه دخان طالع من كنيسة العدر وملاك فوق في السطح طلعت فوق بصيت معرفش طبعا خشت إن الدخان كان كتير ونزلت اتصلت بالتليفون بزوط محمد دعطية واتصل بالإسعاف والمطافي بس الحمد لله ما فيش خسائر بشرية كلام ده كان الساعة كم تقريبا؟ يعني والحريق ابتدت نشر إلى ربعة يعني خلص على واحدة واحدة ومصر المطافي جات وطلع من الخراطيم بس الحمد لله المطافي يعني قامت بواجب جمد قد إيه بقى عربية مطافيك؟ حوالي ستة سبع عربيات بس يعني عربيتين هما اللي مدوا الخراطيم إن الشرع مش منستاهل الزحمة دي طيب بما أنا حركوا واحد من عمال الأمن في الكنيسة قلنا الكنيسة في الوقت ده كانت مقفولة كانت الخدمات كلها كانت مقفولة خالص كانت صعب نشر بالليل ما فيش حد كان متواجد إلى الفراج كان بنضى في الكنيسة اللي تحت أصلاً مبارح كان يوم جمعة فكان فيه خدمة طولي اليوم بعد كده كانت الخدمة انتهت تقريباً حركوا لتيلين تخلص تسعة ونص عشرة خدنا بتخلص بس طيب والجران بقى شاركوا إزاي في اللي حصل يعني عحكي لنا كده الشارع كان عمل السابق شباب الشارع وشباب الكنيسة ما عرفوا بالخبر جم وبالمية وجرادل قبل المطافي ما تيجي يعني بس لما دونا جد وطافي عاي حريق بس المطافي جت خرطوم طبعاً شديد وقام بالواجب الكلام ده كان في الدور الكم تقريباً؟ في الدور الخامس ما عرفش حضراتكو يمكن زملنا يعني يورينا كده المكان الدور الخامس وقود احنا موجودين دلوقتي في ضهر الكنيسة في مبنى في ضهر الكنيسة لأن الحقيقة مازالت يعني النيابة بتعمل المعينة بتاعتها وسيدنا نيابة الحبر جليل الأنب هرمينا أسقف عين شمس موجود في الكنيسة وعدد كبير من أباء الكهنة بتوع الكنيسة لكن الحقيقة بيتم يعني مجموعة من زباط موجودين يعني بيعملوا نوع من أنواع المعينة للمكان فما كانش سهل إن احنا ندخل دلوقتي ونصور فاحنا حاولنا ننقل لحضراتكم الصورة من قرب مكان اللي حضراتكم شايفينه عشيش هو الدور الخامس وهو الدور اللي حصل في الحريق ناس بتقول لي من شهود العين هنا بيقولولي إن الكنيسة تم تجددها من وقت بسيط جداً هي كنيسة جديدة يعني الكنيسة هنا مش كنيسة قديمة بقى لها وقت طويل لا الكنيسة كنيسة حديثة وكانت متجددة بشكل كويس جداً لكن نشكر ربنا مفيش خسار ببشرية احنا معنا حد تاني من اللي كانوا موجودين واللي احنا يعني هو أحد السكان في المنطقة واللي احنا موجودين في منزله دلوقتي هو اللي سمح لنا أن احنا نكون موجودين نتشارف بحضرتك رضا حنى أهلا وسهلا بيك أستاذ رضا يعني تقول لنا كده الكنيسة كانت أخبارها إيه من جوه أنت الأول تقول لي عرفت إزاي بالموضوع وتكلمنا عن الكنيسة لأن مش كل ناس تعرف في الكنيسة هنا أنا في البيت اللي هو ملاصق في الكنيسة على طول كنت قاعد في البلكونة بعدين شميت ريحة شياط فحسيتني فيها حاجة مش طبعية يعني بعدين لاحظت في الشارع ناس عملت شاور على الكنيسة هو طبعا بين المكان اللي هو الدور الخامس اللي فيه الحريق وبين المكان اللي هنكن تقعد فيه يعني في حدود بتاع عشرة متر أو حاجة زي كده يعني الحط ملاصق لل المنزل ملاصق للكنيسة اعتبر جزء منها فتلقت جاري على السطوح فلاقيت دخان جامد جدا فحوالي اتصلت بواحد من أعضاء لجنة الكنيسة يعني فبلغتوا وقلت له بلغ لداني عشان فيه وضع كذا كذا فوقفتنا طبعا لما كان فيه بقى النار فوق بقى تقع القطع من الشبابيك مولعها علينا واحنا تاعد فبينا وقفين بقى بخارطيم الماية وبنتطفي كل اللي هو علينا يعني اللي كنا خافين النار ايه يعني التوصل للبيت عندنا والموضوع يكبر زيادة يعني لكن للأسف طبعا النار كانت شديدة جدا فوق ونهت على الدور الخامس بالكامل تقريبا يعني طبعا لسه حضراتكو عارفين ان لسه النيابة هتعين وتقول السبب الفعلي لهذا الحريق اللي حصل بكنيسة السيد العزراء مريم بدرياس بعين شمس لكن برضو مفيش مانا ان احنا نعرف من الناس توقعاتهم يعني احنا كنا سمعين من عامل الأمن الكنيسة كانت مقفولة فغالبا الموضوع يعني مش بفعل فعل غالبا الموضوع ليه علاقة بماس كهربائي او مشابه يعني نحب ان احنا برضو نعرف اكتر وجهة نظر الناس ربما يكون السبب ايه ربما حرك شايف ممكن يكون السبب ايه يعني والله المكان اللي واع في الحريق بعيد جدا عن الناس وصعب ان حد يرمي عليه حاجة مثلا وعدين الجران تقريبا كلهم ما فيش حد ممكن الواحد يشك ان هو في لحظة ان ممكن يصرف ايه تصرف احمق زي كده لكن انا اتوقع ان يكون في حاجة من جوه يعني حصل تكيف حصل في مشكلة بتاعه خصوصا ان الكنيسة كانت مبارح الجمعة وشغلة طول النهار والتكيفات شغلة وتاعها ممكن يكون تكيف حصل في مشكلة الله اعلم يكون ايه حصل بزبط بس انا استبعد تماما ان يكون ممكن في مشكلة من بره او حاجة احنا بنشكر حضرتك وكويس ان الامور وصلت لحد كده ما حصلش نوع من انواع التطور لسه موجود مع انا حد من اللي كانوا بيشاركوا في يعني تطفية الحريق وكان موجود مع المطافي من اول وقت الاخر وقت انتشرف حريتك عادل جرجس اهلا بيك يا استاذ عادل برضو تحطينا في الصورة حرجي تسعة كيم وتحرك تسعة كيم انا اهما لديت الناس بتجري في الشارع عندنا نساكن جنب الكنيسة لما ايدي الناس بتجري عندنا الكنيسة لما ايدي الناس بتجري جريد معاهم لديت الدينيا كده لديت المطافي جاد بسرعة تلعوا حتى منعوا حد من اننا نطلع في ناس طرعت معهم قبل ان هما ييجوا بس هما يعني تلعوا بمنعوا ان حد يطلع ورهم عشان ما حدش تمسك فيه حاجة ان هما يعني لقدروا الحريق تمسك في حد فيهم يبقى هما زبطوا الدنيا وخلاصوا الدنيا كلها والناس بصراحة يلاقي اويهم يعني الناس كانوا موجودين تحت ما تلعوش جوه المطافي هي اللي قامت بالمهمة تلعوا قابليهم حضرتك لهم طفوا بسرعة قبل ما هما ييجوا لغاية من المطافي جاد لهم قدروا يعملوا اي حاجة لغاية من المطافي جاد لكن المطافي جاد بسرعة في أقل من عشر دال المطافي كانت هنا وتلعوا بالخراطيم جارية على طول قاعدوا يطفوا والناس بقيت طفوا معاهم بس هما منعوا ان الناس كتيرا تلع فوق طيب هو الدور الخامس اللي حصل في الحريق هنا محتوى هل هو مجرد كنيسة هيكل وكنيسة ولا فيه يعني قاعات للخدمات فيه هو حقيق كنيسة بس فوق بس هي متوضبة توضيب جميل يعني متوضبة توضيب يعني حقيق يعني عالي جدا اللي أباك كان هنا بصراحة رباك أديهم الصحة عامليني الكنيسة فوق جنة وتكييفات وكاميرات وحاجات زي الفل طيب هو الدور اللي تحت الكنيسة ما تأثرش بأي حاجة نشكر ربنا لا الحمد لله هو بس الكنيسة فوق اتمحت تماما يعني الكنيسة فوق اتمحت تماما بلا انك هتكون لها متوضبة خشب ومتزبطة وتماما بس هي اتمحت خالص على منظر ان هي مفيش خالص فيها الساعة كم تقريبا الموضوع انتهى؟ على واحدة ونص تقريبا على واحدة ونص انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني زي ما حضرتكم شفتوا احنا حاولنا ناخد مجموعة من شهادات العيان الحريق حصل تقريبا الساعة 12 صباحا النهاردة امتد لحد ساعة واحدة واحدة ونص سيارات الاطفاق كانت في وقت قصار جدا موجودة مش اقل من 7-8 سيارات اطفاق بحسب شهادات شهود العياني يعني كان فيه سيارات اطفاق جم بشكل سريع جدا كمان عرفت ان اول ما الاهالي عرفوا بالحريق كانوا موجودين حوالين الكنيسة وبيحاولوا يساعدوا باي شيء وده طبعا شيء ايجابي بس نحب نطمن حضراتكم من الحمد لله الحمد لله الخسائر مفيش اي نوع من انواع الخسائر البشرية الخسائر كلها لها علاقة بالمبنى لها علاقة بالتجهزات لها علاقة بالتوضبات زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا الدور الخامس تقريبا يعني ما بقاش فيه حاجة مش متفحمة دور كامل تم تفحيمه بالكامل طبعا بحسب ما هتعلن النيابة عن السبب الفعلي هل هو ماس كهربائي او غير كده كمان احنا نحب نقول لحضراتكم ان احنا حاولنا نكون موجودين جوه الكنيسة لكن الحقيقة في معينة من النيابة جوه الكنيسة فمدناش ندخل لكن حاولنا ان احنا نطلع بالهوى من اقرب مكان نكون موجودين فيه احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونحب بنأكد لحضراتكم الحمد لله الموضوع اتحل بسهولة اتحل بفوقت سريع في خلال ساعة كان الموضوع تم السيطرة عليه لان طبعا السوشال ميديا كانت طول الليل بتتكلم ان فيه حريق كبير جدا الحمد لله في خلال ساعة كان تم السيطرة على الحريق اللي شاب فيه كنيسة السادة العذراء مريم بدرياس بعين شمس بنطمن حضراتكم ونرجع للستوديو لزميلي مايكل بشكرك فريد الحقيقة تغطية رائعة من مكان الحدث بنشكرك قوي عليها وبنشكرك كمان انت طمنت كل اهل منطقة عين شامس او المناطق المجاورة ان الحمد لله مفيش خسائر هم حاجة الحقيقة ان مافيش حتى اصابات وزي ما يمكن شفنا وتابعنا في حوارات فريد ان ماكانش فيه حد فيه الوقت في الدور الخامس كانت كنيسة مقفولة كان وقت متأخر جدا من ساعات الليل